بعد أن شهدت بعض مناطق طرابلس توتراً أمنياً وأصوات إطلاق نار متقطع عقب إعلان وزارة الداخلية القبضة على عبد الرحمن ميلاد الملقب بالبيجة أصدر وزير الدفاع المفوض صلاح النمروش تعليماته بعودة التشكيلات والكتائب المسلحة التابعة لوزارة الدفاع إلى مقراتها فوراً النمروش أضاف في التصريح لليبيا الأحرار أن الوزارة أصدرت تعليماتها للمدعي العسكري العام بإعداد تقرير مفصل عن الأحداث التي جرت داخل العاصمة طرابلس وفوراً الكشف عن اعتقال البيجة المتهم رفقة آخرين في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والوقود قالت وزارة الداخلية في بيان لها أن القبض على عبد الرحمن ميلاد جاء بناء على أوامر القبض الصادرة عن مكتب النائب العام إضافة إلى صدور نشرة خاصة في حقه من منظمة الشرطة الدولية الإنتربول مشيرة إلى استمرار البحث لضبط وإحضار الباقي المتهمين هذا ولن تنضي ساعات على عمليات الاعتقال حتى رحبت المؤسسة الوطنية للنفط بالقبض على البيجة المتورط في عمليات تهريب الوقود والمحروقات دعية في بيان لها إلى الضبط وملاحقة كل المطلوبين جنائياً في قضايا تهريب الوقود وتعطيل المنشآت النفطية التي صدرت ضدهم أوامر من النائب العام من جهتها هنأت السفارة الفرنسية في ليبيا وزارة الداخلية بحكومة الوفاق لقبضها على عبد الرحمن سالم إبراهيم ميلاد تنفيذاً لقرارات القضاء الليبي ولجنة العقوبات في مجلس الأمن للأمم المتحدة قائلة إن محاربة جرائم الاتجار بالبشر ضرورية في ليبيا وفي العالم وفق قولها بدورها رحبت مالطا بعملية القبض على البيتجا واتهمته بالتورط في تهريب المهاجرين غير النظاميين وأغراق بعضهم واحتجاز مهاجرين في ظروف وحشية وفق تصريحات للوزارة الخارجية المالطية ففي الوقت الذي توعدت فيه داخلية الوفاق بأنها ستعمل بكل حزم وجد لإنفاد القانون على الجميع والقبض على كافة المطلوبين تواجه الأجهزة الأمنية تحديات كبيرة في القبض على المتورطين في عمليات إجرامية تعتبرها الوزارة عائقا لفرض القانون وهيبة الدولة